بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع الفصل الثاني في الفايدة المركبة خدنا المرة الفاتت لما ان تكون مختلفة بيحصل ايه للقيمة الحالية طيب المرة دي بقى هيديني ان حد استثمر مبلغ ما في نهاية تسع سنوات ووجد ان الجملة خمسة وعشرين الف وربعمائة دولار احسب اصل المبلغ اصل المبلغ يعني اصله القيمة الحالية يعني ايه في حالة ان معدل الاستثمار مختلف مرة تمانية مرة تسع مرة عشر في حين ان ايه المدة ثابتة والمبلغ ثابت اللي هو اخدته في جملة او في نهاية المدة طيب هنا اا اا ان بتسع سنوات الاس بخمسة وعشرين الف وربعمائة يبقى هحسب ال ايه طبعا هنا انت شايف كل قوانين مباشرة فيش اي حاجة لفها خالص هعود في قانون ال ايه مباشرة بالالحاسبة اللي هو القانون ال ايه ممكن تكتبه اس على واحد زائد اي قس ان على طول او تكتبه بالصورة دي هي هي خلاص اس اللي هي خمسة وعشرين الف وربعمائة هيدينا هنا مبلغ ما اللي هو اتناشر الف سبعمائة وستة يبقى ده اذا كان معادل استثمار تمانية طب لو معادل استثمار تسعة يا جماعة لنفس البيانات بقى الاس والان هتلاقي ده بساوي كام مية وستاشر الف اربعة و تسعين هنا اتناشر الف سبعمائة و تسعة بيتناقص هوا معي القيمة الحالية طيب نشوف كمان لو معادل استثمار عندي بعشرة يبقى نفس البيانات ولكن هنغير المعدل ونخليه بعشرة هتلاقي ان القيمة الحالية اصبحت عشر تاريف تلتمية وتسعين يبقى نتلاحظ ان القيمة الحالية اللي هي الايه بتقل مع زيادة يعني تحس ان فيه بينهم علاقة عكسية كلما زاد المعدل قلت القيمة الحالية والعكس ومع سبات المدة واصل المبلغ طبعا انا بناول هنا ان استخدمت الال حزبة حالك ممكن تستخدم الجداء المالية وتحصل على نفس القيم وما فيش اي مشكلة فيش اي خلاف من الجداء المالية والعالة الحزبة تعال شوف بس مسألة برضو كده بيقول لي ايه ايه هو المبلغ الواجب ادعف احد منوك الان كلمة الان دي بقى كلمة مهمة او في المركبة او في الرياضة المالية عموما كلمة الان يعني القيمة الحالية ممكن يعني هي كلمة صغيرة يعني ممكن بحدش يخب باله منها كلمة الان يعني عايز يحسب القيمة الحالية يعني عايز يحسب الايه فكلمة الان تعني ذلك بمعدل فايدة مركبة 3% للحصول على يعني انا عايز ايه في الاخر ايه هدفي الاس في الاخر كام عايز احصل على 10.000 دولار يبقى المهاجة ترجم بقى الاس ب10.000 بدأ الكلام ده بعد 63 سنة ان شاء الله وعليك خير يبقى طبعا هو رقم خيالي شوية بس احنا بنتدرب على طريقة الحل مش اكتر ولا 63 سنة الله اعلم يعني ده مين اللي بيستسم 63 سنة او يحط وفلوس 63 سنة تمام يبقى الاس 10.000 دولار الان بتاعة وستين سنة الاي بالساوي 300 يبقى اعوض في قانون القيمة حلال مباشر بتاعنا العادي اللي متعودين عليه الاي بتاعة في المية الاس موجودة الان اللي هي 63 سنة هيطلع احط دلوقتي 1559 وعلامة 298 بعد 16 سنة وان شاء الله احصل على العشر تلاف دولار وهنا شفنا ازاي بنعوض بطريقة مباشرة في قانون القيمة الحالية وان شاء الله نلتقي في الفيديوهات الاخرى نكمل مع بعض الفايدة المركبة اشتركوا في القناة